أهلا بكم من جديد تعتزم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونيسكو إدراج كاتدرائية القديسة الصوفية ومباني رهبانية في كييف مع الوسط التاريخي لمدينة لفيف على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر وقال مدير التراث العالمي في اليونيسكو أن هذه المواقع مهددة بالتدهير بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا لافتاً لأوقوع هجمات في المناطق الأعازلة لهذه المواقع هذا وسط انضم مواقع كييف ولفيف إلى قائمة التراث العالمي المعرض للخطر بعدما أدرج وسط مدينة أوداسا على القائمة عقب تدمير ضربات روسية مباني تاريخية عديدة فيه نهاية يوليو الماضي من المواقع التراثية تتعرض هي الأخرى للخطر في أوكرانيا بسبب الحرب الروسية هناك سونيا صحيح محمد يقابل ذلك تحرك منظمة الأمم المتحدة لتربية والعلوم والثقافة اليونيسكو التي تسعى الآن لإدراج مواقع في العاصمة كييف وأيضاً مدينة الفيف إلى قائمة التراث العالمي المعرض للخطر وأحصى اليونيسكو تعرض مئتين وسبعين موقعاً ثقافياً لأضرار منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا العام الماضي فكتدرائية القديسة الصوفيا الواقعة بمدينة كييف تعد أحد المعالم الرئيسية التي تمثل الهندسة المعمارية والفن الضخم في أوكرانيا مطلع القرن الحادي عشر الميلادي بحسب اليونيسكو كما أدرج الوسط التاريخي لمدينة الفيف هو الآخر إلى هذه القائمة عام 1996 وهو المشيد خلال العصور الوسطى إذن الكثيرون يتسألون عن المعايير والشروط التي حددتها اليونيسكو لضم أي موقع أثري أو تاريخي إلى قائمة التراث العالمي والتي تتضمن عملية الترشيح إذ يقوم البلد الراغب في ترشيح أحد أثره بجرد ممتلكته الطبيعية والثقافية وتعد هذه الخطوة هامة لتقييم الملف من قبل المجلس الدولي للمعالم والمواقع ومن ثم يرفع الملف إلى لجنة التراث العالمي التي تجتمع مرة أخرى في السنة أو مرة واحدة في السنة لتحديد إمكانية تسجيل الممتلكات المرشحة على قائمة التراث العالمي حتى نهاية العام 2004 كان هناك ستة معايير للتراث الثقافي وأربعة للتراث الطبيعي في عام 2005 إلا أنه تم تعديلها لتصبح مجموعة واحدة من عشرة معايير أبرزها أن تكون المواقع المرشحة قيمة عالمية استثنائية كما تنص قوانين اليونسكو على أن أي معلم يتجاوز عمره 100 عام يدخل ضمن لائحة التراث العالمي من المعايير التي يتم على أساسها الموافقة على اختيار معلم دولة ليدخل قائمة التراث العالمي المعايير الثقافية أو أن تكون تحفى خلاقة من صنع الإنسان أو تلك التي تحتوي على مناطق ذات جمال طبيعي استثنائي أو طبعا الأنواع المهددة بالانقراض وذات قيمة عالمية فريدة من وجهة نظار حماية البيئة وغيرها من المعايير التي تحكم الإدراج في قائمة التراث العالمي انضم إلينا من الرباط محمد سمار عالم أثار وخبير في التراث العالمي أهلا بك معنا أستر محمد إدراج هذه المواقع التي كنا نتحدث عنها منذ قليل ضمن القائمة قائمة اليونيسكو المهددة بالخطر كيف يتم وماذا يضيف لهذه المواقع هل سيحميها فعلا؟ خاصة نتحدث عن المناطق التي تهددها الحروب أولا السلام عليكم شكرا على الاستدافة مرحبا فعلا يا هلا بك يا مرحبا يعني هذه الخطوة في رأيي المتواضع وفي نظري ستكون خطوة إيجابية جدا من طرف المنظمة العالمية اليونيسكو لحماية هذه المواقع التاريخية والمواقع الأتارية ذات قيمة عالية جدا التي ترجع كما تفضلتم في المقدمة إلى العصر الوسيط أو العصر الوسطى وكذلك هي تعبر عن قمة الحضارة بأوروبا الشرقية بصفة عامة وبالدولة أوكرانية صفة خاصة وهذه الخطوة ستكون فعلا خطوة إيجابية لحماية إضافية لهذه المواقع التي لم تعود فقط مواقع أوكرانية بل ستصبح مواقع إنسانية بشرية عالمية والتي ستضفي عليها حماية إضافية إلى جانب الحمايات الأخرى التي تتمتع بها الآن هي فعلا مواقع عالمية ولكن في حال تعرضت هذه المواقع لتدمير جزئي مثلا جراء حروب هل اليونيسكو باعتبار هذه المواقع مدرجة ضمن اليونيسكو من قبل هل اليونيسكو مطالبة مثلا أو مسؤولة عن إعادة ترميمها بطبيعة الحال عندما تدرج هذه المواقع التاريخية والأثرية إلى لائحة طرات العالمي تكون اليونيسكو أولا من المنظمات العالمية الأولى إلى جانب الأمم المتحدة لحماية هذه المواقع الأثرية وفي حالة تعرضها إلى تدمير تقوم أولا بعقوبات صارمة ضد الطرف أو الجانب الذي قام بتدمير هذه المواقع سواء كانت في إطار صراعات وحروب أو في إطار عناصر أخرى بشرية أو خاصة بشرية التي تكون مسؤولة عن تدمير هذه المواقع وكذلك في المرحلة الثانية تقوم منظمة اليونيسكو بإعادة ترميم وإصلاح إعادة ترميم وإصلاح هذه المواقع الأثرية حتى تصبح كحالتها الأولى مثلا كما وقع في عدة دول خاصة بعد الحرب العالمية الثانية وكذلك في عدة دول بعد الصراعات التي عرفتها عدد كبير من المواقع في العالم التي قامت اليونيسكو بعد ذلك بإعادة ترميم وإصلاح وإعادة كذلك الاعتبار لهذه المواقع الأثرية تحدثنا منذ قليل في عرضنا على معايير ربما وشروط ضم المباني والمعالم الأثرية ضمن قائمة اليونيسكو الآن ما هي شروط ومعايير ضم هذه المباني ضمن قائمة اليونيسكو المهددة بالخطر سواء خطر حروب مفتعلة عن طريق بشر أو أيضا هناك عوامل أخرى عوامل طبيعية مثلا أو غيرها نعم نعم إلى جانب الصراعية في الحقيقة العنصر الأول الآن للمباني المصنفة عالميا المهددة بالخطر أو المهددة بالإنديتار تكون على رأسها العنصر الأول يعني الصراعات والحروب يعني العنصر البشري أولا قبل العناصر الطبيعية والعناصر الأخرى مثل مثل لوبيات العقار مثلا وكذلك يعني المضاربات العقارية التي تكون في بعض الأحيان أو الإهمال للدول التي تكون هذه المواقع تحت حمايتها قبل أن تكون تحت حماية منظمة اليونسكو وكذلك العناصر الطبيعية التي البيئية التي تكون في بعض الأحيان تهدد كذلك أمن وسلامة هذه المباني التاريخية كل هذه العناصر تكون مجتمعة في بعض الأحيان في آن واحد وتهدد هذه المآتر التاريخية والآترية التي تعتبر صفحة من صفحات التاريخ البشري ومع الأسف الشديد إذا تم إزالة وتدمير وتعرضت للخطر هذه المآتر التاريخية تكون مع الأسف الشديد صفحات من صفحات التاريخ البشري والإنساني تنزع من الدفتر الإنساني والعالمي ويصعب على اليونسكو بل على منظمات أخرى أن تعيدها إلى حالتها الأولى وحتى إن نجحت فلن تعيدها كما كانت في أول مرة طيب تحدثنا منذ قليل عن الكاتدرية في كياف تحدثنا عن وسط مدينة الفيفا التي تصبح ربما بمرور العقود والقرون إرث عالمي لا يخص دولة بعينها هل هناك قوانين وتشريعات دولية تحمي هذه المواقع أو تمنع على الأقل استهدافها أثناء الحروب نعم بالطبع هناك قوانين داخل الأمم المتحدة أولا وداخل منظمات أخرى عالمية على رأس اليونسكو فيما يخص موضوعنا الآن وهو موضوع حماية المواقع الأترية سواء بصفة عامة أو المواقع الأترية المهددة بالخطر هناك قوانين صارمة ضد أي جانب أو طرف من الأطراف الذي يكون سبب في تدمير أو في هدم أو تعرضها للخطر من طرف هذه الأطراف وتكون عقوبة صارمة ضد هذه الدول أو هذه المنظمات التي تقوم بتدمير بصفة مباشرة أو غير مباشرة المآتر التاريخية ومع الأسف الشديد لا يسعنا الوقت الآن لصرد كل هذه البنود والقوانين التي توجد بلائحة اليونسكو التي هي فعلا ترسنة قانونية تكون حسنا حسينا لهذه المآتر التاريخية شكرا جزيلا لك سيد محمد سمار العالم أثار وخبير في تراث العالمي كنت معنا من الرباط شكرا جزيلا